حفرة أخرى توشك حكومة عبد المهدي على السقوط فيها ليس ذلك بالأمر الجديد فجميع حكومات ما بعد الاحتلال ترنحت تحت الأزمات وكادت غير مرة أن تسقط قبل أن تنقذ بحبل من الخارج لكن اللافت في الوقت الراهن كثرة القافزين من موكب عبد المهدي وكأنه يوشك على الغرق أبرز المعضلات المعروفة وما استجد منها تمحور حول الصراع على المناصب والوزارات فبعد أيام من إنهاء ملف الوزارات الأمنية استهل ماراثون آخر على الدرجات الخاصة وذاك معقد لدرجة دفعت الحكومة والبرلمان لتعديل قانون الموازنة بما يسمح لها بتجاوز مهلة الثلاثين من حزيران موعدا أقصى لإنهاء إدارة مؤسسات الدولة بالوكالة الرئاسات الثلاث اتفقت على تمديد مهلة العمل بالوكالة حتى نهاية تشرين الأول المقبل تلبية لطلب من عبد المهدي بعد تفاقم الخلافات بين القوى السياسية على أربعة آلاف درجة خاصة وبذاك ينسف الرجل قراره السابق بإنهاء عمل الوكالات نهاية حزيران الماضي عندما عد أي إجراء بعد هذا التاريخ باطلا ولا أثر قانونيا عليها وبصرف النظر عن مرونة القوانين وتحكم شركاء العملية السياسية بمقاساتها بما يتواءم مع مقتضيات المصلحة فإن القرار بحد ذاته قالت عنه اللجنة القانونية النيابية إنه يتعارض مع موازنة العام الحالي ما يثقل موازنة الدولة العامة المنهكة أصلا عضو اللجنة المالية النيابية حنين القدو قال إن الموافقة على التعديل كانت لتفادي تعطيل مفاصل الدولة بسبب خلافات الكتل السياسية على تلك المواقع بعد اتهامات لتحالفي سائرون والفتح بالهيمنة على أكبر عدد من المناصب بعد من فردا بلقاءات ثنائية بينهما النائب عن تحالف القوى محمد إقبال سبق وأنحذر من تعرض حكومة عادل عبد المهدي للإغلاق إن لم تسرع بتقديم مشروع قانون لتعديل الموازنة فجاء القرار منقذا للحكومة وأركانها فهل هناك منقذ إن وصلت صرخات المتظاهرين وأيديهم المنطقة الخضراء؟